السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ورحمة بكم ورحمة الله وبركاته في قناة سارة انجليش اليوم هدي ندير واحد الموراجعين تاع اليونت ثري اليونت فور هدي نصاب التمرين اللي عدنا فباش خمسة وستين هنبدو بالتمرين الاول غادي نصيله بخط ما بين الكلمة اللي عدنا على الاسر ودك البسطانية هو السينونيم ديالها بمعنى الموراجعين في ديالها ودك اللي كينا اللي منب معنى الضد أنتع ديك ديك الكلمة اللي ولانية س окعدنا الليترسي السينونيم ديلها هوا اليدوكيشن ودد دمتاعه هي الليترسي يعني الليترسي بحلقة لنا الليلومة ودد تقلوم هو الأonds متوار ودد ديالوا وهو شي واحد اللي غير ماهير لناه هو unskillful عندما عندنا فورمو مش حاجة رسمية السينونيم ديالها هو official والضد ديالها هو شي حاجة لي مش رسمية informal عندنا نتند التند هي تكون في واحد البلاسة تحضر لواحد البلاسة يعني be present at هي السينونيم ديالها والضد ديالها هو مثلا ما تحضرش لشي بلاسة او لا تغيب لشي بلاسة هي miss lifelong يعني شي حاجة لي كدير مدى الحياة كلها والضد اللي هي السينونيم ديالها هو last inch شي حاجة كتبقى والضد ديالها هي شي حاجة اللي هي مؤقتة بمعنى temporary true and see هي الغياب absence هو السينونيم ديالها والضد ديالها هو الحضور بمعنى attendance reduce reduce هو انك تقلل من شي حاجة بمعنى decrease والضد ديالها هي ترفع من شي حاجة بمعنى increase عدنا universal بمعنى worldwide يعني شي حاجة عالمية والضد ديالها شي حاجة وطنية بمعنى national so encourage هي مثلاك تشجع شي واحد أو لك تسيبورش شي واحد هي support والضد ديالها هو discourage someone مثلا شوفوا التمرين الثاني هادي نعمر وهذا الparagraph هادي على بهذه الكلمات اللي عندنا عندنا education world rural conditions distance drinking circle areas هدنا area today is many in many parts of the يعني في زفة البلايس ديال the world growing up يعني انك تكبر في واحد region اللي هي rural region often means زي ما غالبا يعني growing up without a decent education يعني غالبا يعني تكبر بلما تقرأ بلما تتلقى واحد التعليم مناسب so school attendance حضور المدرسة is generally low مع عامة قليل and absenteeism is high والغياب كبير mainly among girls خصوصا بالنسبة للبنات this is not surprising يعني تشاهد مشي حاجة اللي هي مفاجئة considering the distance يعني مشي شي حاجة اللي هي they are surprising إلا شفنا distance بمنا distance بمنا المسافة so many children بزاف ديال تلامد ديال الدراري have to walk daily خاصهم يتمشاوا يوميا only to find a school in a precarious conditions يعني باش يلقعوا بواحد المدرسة بواحد اللي كونديسيون اللي هما أصلا خيبين without furniture مكينش أدوات المدرسية لنتاع المدرسة مشي نتاع التلامد learning materials مكينش لما ترعي لنتاع التعليم و مكينش drinking water مكينش لماء الصالح للشرب or toilets ولا toilet and sometimes even without a teacher بعد اختارت مكينش حتى الاستاد so rural areas are often caught in the vicious circle يعني هادو كل الاماكن اللي هم يبحل الريفية ولا اللي كينا في الجبل are often caught يعني كيكونوا في واحد المناطق اللي هم في واحد دوائر خطيرة of having no access to the services and opportunities that might lift them out of poverty مكينش عندهم واحد الفرص باش انهم تخليهم ميبقوش مازال في الفقر تمرين ثاني تلت link the following sentences link the following sentences بمعنا نجمعو بين جوج ديال sentences ما يكن any necessary changes يعني إلا كان شي تغيير يعني ضروري ديرو في الجملة so the headmaster called the participants in the literacy circle يعني المديرة المدراسة عيت على الناس المتشاركين في اللي literacy circle وفي دولة المحو الأمية he wanted them to start the first session هنا جواب هو the headmaster called يعني الغاية اللي خلته انهم الغاية اللي خلته انهم يعيط على هدوك الناس هو باش يبدوا الحصة اللولانية إذن the headmaster called the participants in the literacy circle in order to start the first session يعني باش انهم يبدوا الحصة اللولانية one participant took a taxi he didn't want to be late هنا لدينا cause سبب علاش خدا التاكسي لأنهم بغاش يتعطل so we have one participant took a taxi because he didn't want to be late see another participant واحد المشارك واحد آخر was in hospital كان في السبيطر he apologized يعني هنا كنتيجة أنه كان في hospital he apologized another participant who was in the hospital so he apologized the teacher worked on his lesson plans يعني الأستاذ يخدم خطاطة الدرس he wanted to be ready يعني the teacher worked on his lesson so as to be ready يعني purpose اللي خلا يدير داك قد داك المخطط داك الدرس هو باش أنه يكون مستعد باش يدير الدرس تمام الأخر هو read the situations and write sentences using the words in brackets يعني غادي نشوف هاد الالسيتيوات يولينا في كل sentence وهدو الكلمات اللي لعننا بين قوسين غادي ندير بهم جملة وبطبيعة الحال غادي نرض البال نصرف الأفعال لكينين في هدو between brackets لولا نيا نادية didn't want to buy the literacy textbook she had already bought one last year نادية في هدو بست perfect ب her peer was embarrassed taking the pen she had never written before C Aisha arrived late the first session the lesson already began so the lesson had already begun D the teacher offered her a textbook a notebook she didn't take it the headmaster had already offered her one شوفوا ده بتتمنين الآخر put the verbs between brackets in the correct form يعني هنا كان هضرو Nick and Jamal are talking about their future careers يعني هنا غد نختارون من simple future وما بين future perfect so Nick said I just have two more courses before I graduate from university by this time next year I will have يعني هنا ادنى 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 جواب غد يكون I will have graduated and I will be looking for a job Jamal said does that scare you are you worried about the future are you worried about the future he said so Nick said not really I go to a career counselor and get some advice on how to find a good job and I will go so Jamal said that's a good idea except I'm also going to do training in a bank so that when I leave school I complete my university course in Ascon I will complete my university courses and work in the real business world so in the following words have been deleted from the definitions below we will put these words in the middle of the place of the first year refers to countries with a low standard of living meaning it's a process of a little 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 it's developing world be so it's a process of interaction and integration integration among the people, companies and governments of different countries هذه تسمى globalization يعني كيكون واحد البروزيس اللي كيخلي الانسان كيت interaction كيكون واحد الانتراكشن ما بين الناس والcompanies وايضا الدول من العالم وايضا حكومة في دول مختلفة C is a development that meets the needs of a person and future generation هادا كتسمى sustainable development كم ملتشعش تسمى يعنيش بلاسة D refers to countries with high standard of living هنا يا developed countries E means preventative diagnostic therapeutic and the maintenance care of an individual's body يعني الصحة الانسان التاني قاعد اكش لكي تعلق بصحة الانسان بمعنا healthcare F is phenomenon that occurs when the environment of spices or a population changes in a way that destabilizes its continued survival هذه هي ecological crisis G it's the extension of very small loans micro loans يعني دوك الكردية صغر هي micro credits H is the ideal condition in which all members of a society have the same basic rights security opportunities هادي ديك الكلمة اللي اخرى لي بقت هي social justice و هذا هو درس ديه اليوم الهلي التماريلي درنا اليوم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أما تساوش علاج كون الفيديو تضغطو على زر ديه لايك وإلا ما كنتاش مشتارك في القناة ضغط على زر سبسكرايب واضغطوا على الجرس باش يبدأ يوصلكم الفيديوهات يوميا ان شاء الله شكرا عن المشاهدة وإلى اللقاء في الدرس آخر ان شاء الله